وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تابعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد أما بعد حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج أسأل الله تعالى أن يجمعني بين الصواب والثواب كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب وردت إلي أسئلة كثيرة أبدأها بسؤال الأخت أم محمد من السعودية تقول بأن زوجها توفي من سنة وأربعة أشهر تقول عندنا ملابس تمينة وساعات وخواتم وسيارتين وعنده يعني مسدسات وسيف تقول هل هذه تعتبر من التركة مع العلم برفض بعض الورثة على بيع السيارات وتوزيع الملابس على الجمعيات هل نأثم على وجود الملابس وعدم توزيعها وعلى عدم بيع يعني مثلا السيارات أختي أم محمد من السعودية بارك الله فيك بالنسبة لما ذكرت وأشرت إليه من هذه الأشياء لا شك بأنها أشياء ثمينة وهي من التركة هي من التركة ولا يجوز لأحد أن ينفرد بها دون الآخر إلا على سبيل التخارج بمعنى أن يقول هذه لي في مقابل نصيب أو بعض نصيب من التركة ولا يجوز لأحد أن يمتنع عن بيعها إذا طلب الورثة أن يبيعوا هذه الأشياء وأن ينتفعوا بثمنها ولذلك تتفقون إذا اتفقتم على إبقائها جميعا وليس عند أحد اعتراض هذا رضا من الجميع ولا بأس بذلك أما إذا طلب بعض الورثة توزيع هذه الأشياء أو بيعها والاستفادة من ثمنها يجب ذلك ولا يجوز الاعتراض عليها مسألة الثياب أخت الفاضلة يعني تختلف من حيث كونها جديدة أو قديمة من حيث لها قيمة أو مالها قيمة ممكن تعطى لبعض الورثة أو يتصدق بها على فقرة أو مساكن أو تباع وتنتفعون بثمنها يعني أحيانا توجد مثلا مجموعة كبيرة من الثياب قد تباع بالآلاف هذا مال له قيمة ولذلك ما ذكرتيه مما خلفه الميت لا شك بأنه من الترك ويجب على الجميع أن يتفقوا أما إذا اعترض واحد أو اعترض اثنان مثلا ليس لهما الحق مدام أن البقية يطالبون بتوزيع الترك عبد من العراق بارك الله فيه يقول عندي بعض الشكوك في مسألة الوضوء غسل الجلين يقول هل هناك رواية عن علي بن أبي طالب أنه كان يمسح رأسه ورجليه عبد من العراق بارك الله فيك يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم إلى الكعبين وأرجو لكم إلى الكعبين النبي عليه الصلاة والسلام توضى أمام أصحابه ونقل الصحابة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يثبت لا من طريق صحيح ولا من طريق ضعيف منقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على قدميه وهما مكشوفتان وإنما كان يمسح عليهم إذا كانتا مغطاتين مثلا كما في حديث المغيرة لما يقول أهويت لأنزع خفي رسول الله قال أدعهما فإني أدخلتهما طاهرتين أما إذا كانتا مكشوفتين فكان النبي عليه الصلاة والسلام يغسلهما بارك الله فيك ورد عن علي وهذه الرواية محل كلام عند أهل اللهم أنه غسل رجلي قدميه في النعلين وردت هذه غسل قدميه وهما في النعلين يعني أخذ يفرك قدميه بالماء وهما في النعلين لعدك تقصد هذه الرواية عموما أخي الفاضل صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يغسل قدميه إن كانتا مكشوفتين مع الكعبين وأما إذا كانتا مغطاتين بخف بخفاف أو بجوارب أو بلفائف مثلا أو بجراميق مثلا هنا يمسح عليهم بشرط أن يلبسهم على طهارة بارك الله فيك أم حمود من اليمن تسأل تقول هل صحيح بأن صلاة الجمعة في المسجد ما تقام إلا إذا كان عدد المصلين أربعين شخصا أو عادي صلوا في الجمعة وإن كانوا أقل أختي أم حمود من اليمن بارك الله فيك بالنسبة لهذه المسألة العدد الذي تنعقد به الجمعة مسألة خلافية بين الفقه فما ذكرته أحد الأقوان وعليه مذهبان فقهيان معروفان وهو أن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين شخص هناك قول بأن الجمعة لا تنعقد إلا بـ 12 شخص فأكثر 12 شخص فأكثر وهناك قول بأن الجمعة تنعقد بأقل ما يمكن أن يطلق عليه جماعة وهذا هو القول الراجح والجماعة اختلف العلماء فيها فقيل اثنان وقيل ثلاثة فإذا قام شخص يصلي أو يخطب واثنان خلف جماعة صحت بهم الجمعة هذا القول الراجح هذا هو القول الراجح ولذلك أختي الفاضل أبارك الله فيك ما ذكرتيه هذا مذهبين معروفين قال بهذا القول وهو موجود في كتب الفقه وتعتمده كثير من الدول التي تعتنق المذهب الفقهي هذا مثلا يقولون به وقد يكون الفتوى عليه أيضا لكن الراجح ما هو الراجح لمن كان مستوطنا في بلد مستقر لو صلى ثناني فأكثر أو ثلاثة على القول الآخر الجمعة صحت ولله الحمد والمن عمر السعدي من اليمن يقول أحيانا وأنا في التشهد الأول ما أدري إلا وأنا أقول اللهم أني أعوذ بك من عذاب القبر إلى آخر التشهد ما حكم ذلك عمر السعدي من اليمن بارك الله فيك بالنسبة لما ذكرت لا شيء عليك في هذا لا تستدرسه و صلاتك الصحيحة ولله الحمد والمن لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يأتي بالتشهد الأول و ربما أتى بالصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول يأتي بالصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول بارك الله فيك فلا شيء عليك حتى لو تعمدت ذلك فكيف أنت ذكرت بأنك فعلت هذا نسيانا أم وليد من الكويت بارك الله فيها تقول عندي ولد كان في السابق يصلي و يصوم و يذهب معي إلى المسجد في صلاة التراويح و القيام من كم سنة تقول لا يصلي و حتى الصيامة مو مضبوط يقول أنا صائم بس أشعر بأنه يعني يكون مفطر في بعض الأيام هو بار فيني و طيب و يحلل و يحرم لكن ما يصلي و الحين عمره أربع و خمسين سنة و أنا دائما قلق عليه و أدعي له في كل وقت و مو عارفة إيش اللي فيه يعني هذا الموضوع مسبب لضيق جدا تقول تريد نصيح أختي أم وليد من الكويت بارك الله فيك و رضي الله عنك و تشكرين على هذه الرحمة اللي في قلبك تجاه ابنك الذي يعني بلغ سنًا متقدم عمره أربع و خمسين سنة و هذا يعني إن شاء الله لك الأجر و الثواب على حرصك و رحمتك و أختي الفاضلة إما أن يكون هناك شيء طبيعي جعله يفتر عن العبادات و الطاعات أو شيء غير طبيعي الغير الطبيعي قد تكون عين مثلا أو سحر أو بلى من الأشياء التي قد يبتلى بها بعض الناس فيحتاج ابنك إلى رقية شرعية و أن يعتني بالأذكار أذكار الصباح و أذكار المساء و أن يرقي نفسه باستمرار خاصة في سورة الفاتحة و القواقل الثلاث مثلا قل هو الله أحد و قل أعوذ برب الفلق و قل أعوذ رب الناس و هذا مهم و هذا نافع الحمد لله على كل حال هذه نافعة على كل حال أما الأمر الثاني قد يكون هناك صحبة سية مثلا ليس بالضرورة أن يكون كل شخص بار بوالديه أنه ما يضعف في بعض العبادات هو بار كما ذكرت يحلل و يحرم لكن أين هو عن الصلاة كيف يترك الصلاة و ترك الصلاة من أعظم الكبار و من أخطر الذنوب و من أخطر الذنوب و لذلك قد يكون رفقة سية يمشي معهم مع مرور الوقت اكتسب منهم صفات سيئة أورثته هذا الكسل و هذا الفتور و هذا الإهمال و يعني الابتعاد عن الصيام و عن الصلاة فتنبهي لهذا أخت الفاضلة يعني تبقى مسألة التنبيه تنبيه الولد هذا و تذكيره أنا ما أدري طبعا أنت ما ذكرت هلو متزوج أم لا إذا كان متزوج عند أولاد كيف يكون قدوة سيئة لأولاده إذا كان غير متزوج و موجود في البيت يعني هل هو ضامن أن يعيش مئة سنة مثلا هل هو ضامن يخلد في هذه الدنيا ما يدري متى يلقى ربه سبحانه وتعالى و لذلك يعني عضيه و ذكريه و قولي له شوف الآن الموت يخطف يعني شباب في عمر الزهور فلا يطمعن إلى الدنيا عليها أن يكون دائما مستعد للقاء ربه سبحانه وتعالى ذكري بهذا و ادعي له في صلاتك خاصة في السجود ادعي له أن الله عز وجل يهديه و يعود إلى الصلاة و شوفي حاولي أن تنظر إلى الرفقة اللي جالسهم وين يروح أي ديوانية و من اللي يجيه يأخذ مثلا قد يظل الكبير و العياذ بالله نحن في زمن نسأل الله العافية و السلامة من أغرب الأزمان صبح بعض الناس دهر يعيش على خير و زمان يعيش على طاعة و فجأة ينقلب على عقبه نسأل الله العافية غلبت الشهوة عليه غلب الهواء أو الشبهة و العياذ بالله لأنه سمح لنفسه أن يروح للمستنقعات هذه الآسنة الملوثة بالأفكار الضالة فأنتي بارك الله ادعي له و انصحيه و ذكريه و اعتقد ما فيه يعني موعظة مثل الموت ما فيه موعظة حقيقة يعني تجعل الإنسان يهتز و ينتبه كفى بالموت واعظة و نحن الآن نشوف الأحوال الأحوال الناس كيف هي فذكري بهذا بارك الله فيك و صلى الله تعالى أن يهديه أم سارة من الإمارات تسأل تقول توفي أبي من 11 سنة و الورث تم توزيعه على الورثة و هم كالتالي أم الأب و زوجته و الأولاد الذكور الثلاثة و البنات ستة تم توزيعه بينهم بقي بيت لم يكتمل بنائه و لم يتم التصرف فيه و قبل سنتين توفيت أم الأب فمن هم الورثة و هل تدخل أخت الأب المتوفى في الورثة أختي أم سارة من الإمارات بارك الله فيك بالنسبة للقسمة الأولى قسمة صحيحة لكن بقي نصيب الأم في هذا البيت هل الأم أسقطت حقها قالت أنا متنازلة إذا قلتيني نعم خلاص انتهى مدام أسقطت هذا في حياتها برضاها و بقناعتها فإن الساقط لا يعود أما إذا لا ما أسقطت و ما قالت بأنها حقي لكم أو شيء حق الأم الزوج باقم في هذا البيت نصيبها نصيب الأم بقي جزء منه في هذا البيت تقيمون البيت وتخرجون نصيب الأم أم المتوفى اللي هو والدك تخرجون نصيبها وأيضا يرثها أولادها أولادها الموجودين العايشين بعد وفاتها هم الذين يرثونها هم الذين يرثونها ولذلك إذا عندها ذكور و إناث للذكر مثل حظ الأنثيين إذا زوجها عايش يأخذ نصيبها أيضا من التركة بارك الله فيك أما تلاه من سوريا تقول أنا مقيمة في السويد من سبع سنوات تقول يعني الحمد لله ذكرت بأنها تحضر البرنامج و مواضبة على الحضور تقول لنا جار من دولة عربية للأسف يعني يكفر والعياذ بالله كثيرا برمضان و صبرنا عليه كثيرا و بالآخر اشتكينا عليه للبوليس أجاء البوليس و بس نبه لا تزعج الجيران بصوتك بعدها بأشهر توفي ابني غرقا تقول يا ترى هل يعني نحن ظلمنا الجار مثلا هل هذا انتقام من الله لنا الطبيب الشرعي لما شرحوا الجثة ما عرفوا سبب الوفاة أنا تقول رأيت ابني في المنام و ذكرت رؤية طبعا أنا ما أعبر الرؤى أخت أمت الله من السويد تقول لن أصلك من سوريا بارك الله فيك بالنسبة لوفاة ابنك أولا أحسن الله عزائك و عظم الله أجرك و غفر الله لابنك و جعله في جنات النعيم الأمر الآخر هذا قدر الله أخت الفاضل ابنك قدر الله عليه قبل أن يخلق السماوات والأرض أن يعيش هذه الفترة و أن يموت غريقا و الحمد لله أنه مات شهيدا إذا كان بالغا فهو شهيد و لله الحمد و المنه لأن النبي عليه الصلاة و السلام عد الشهيد عد الشهداء و ذكر منهم الغريق لأن لما قال النبي عليه الصلاة و السلام لأصحابه ما تعدون الشهيدة فيكم قالوا من مات في سبيل الله فهو قال إذن شهد أمتي قليل فذكر منهم الغريق فأطمئني يا أخت الفاضل هذه ليست عقوبة هذا قدر الله عز وجل الأمر الثاني أنتم ما صنعتوا شيء خطأ أنتم لو تسببتم في سجن هذا الجار ما فعلتم إلا الواجب لو تسببتم في سجنه و ليس يأتي العسكري أو الشرطي فينبه تنبيه لماذا؟ لأن هذا و العياذ بالله مرتكب لأمر خطير تقولين يكفر بالله و في رمضان نسأل الله العافية و السلام من يتحمل مثل هذا الجار من يتحمل مثل هذا الجار خاصة و أنه كما ذكرت يؤذيكم بصوته يؤذيكم بسب الله أو بسب دين الإسلام أو بسب نبي الإسلام هذا من يتحمل مثل هذا؟ و لذلك أخت الفاضل أنتم ما فعلتم إلا الواجب و لو أدخل السجن أنتم مأجورين أنتم على أجر على أجر و على خير جاء الشرطة نبهوا لا ترفع صوتك فقط ما صنعوا شيء عموما أنتم في دولة ليس لها نظر في مثل هذه القضايا هو قضية فقط عدم ازعاج الجيران أخذوها من هذا الباب لا أنتم القضية أعظم من هذا القضية نسأل الله العافية و السلامة هو يعني كما ذكرت يكفر بالله رب العالمين هو يزعم بأنه مسلم نسأل الله له الهداية و أن يفتح على قلبه قبل أن يلقى الله سبحانه و تعالى عموما أخت الفاضلة شيل من بالك بأنك والله الله عاقبكم بالولد أبدا شيل من بالك أنكم ارتكبتم خطأ أبدا أنتم ما فعلتم إلا الواجب و لذلك هذا يدخل ضمن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر أبو شمس من عدن اليمن بارك الله فيه يسأل يقول توفي أخي و ترك من بعده زوجه و ستة أبناء أكبرهم بنت في الصف السابع أصغرهم ولد عمره سنة لديهم بيت يقول و هم بخير بفضل الله أعيش معهم و قبل ما يعني يموت أخي من أكثر من قبل سنة كنت أعيش معهم أيضا الآن أنا أريد أن أتزوج وأسكن معهم في البيت يقول طبعا هو يسأل يقول هل يجوز لي أني يقول أريد أن أتزوج ولكن ينقصني بعض المال لأمور الزواج فهل إذا أخذت من أم الأولاد أم أخي المتوفى يعني بعض المال حتى أرد هذا المبلغ مثلا فيما بعد سلفة هل لي ذلك مثلا أخي الفاضل أنت سألت سؤال طويل و متشعب و كان بيودي يعني يا أبا شمس أنك تختصر يعني الفكرة كلها تدور حول هل لك أن تأخذ سلفة من مال هؤلاء الأيتم الجواب نعم يجوز لك ذلك يا أخي الفاضل يجوز أن تأخذ سلفة برضى أم الأولاد بشرط أنك تضمن إرجاع هذا المال لأن هؤلاء أيتام هؤلاء أيتام والله جل وعلي يقول إن الذين يأكلون أموال اليتام ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا فإذا كان قصدك أخذ السلفة من زوجة أخيك على أن تردها بعد ما تنتهي من أمور الزواج ما في بأس ما في بأس بارك الله فيك فالأم تتصرف على مال في مال أولادها وفق المصلحة وأن تعايش معهم مثلا وترعاهم وتخدمهم ما في بأس لو أقرضوك على أن ترد القرض كاملا لا تنقص منه شيء بارك الله فيك أم لأي من تركيا تقول هل يلزم البنت أن تتحجب عند بلغها مباشرة حتى وإن بلغت في سن مبكر مثلا التاسعة أو العاشرة وإن لم تتحجب وأخرت قليلا مثلا حتى تكبر وتعي وتعرف قيمة الحجاب ما حكم ذلك أختي أم لأي من تركيا بارك الله فيك بالنسبة للمرأة إذا بلغت وجب عليها أن تحتجب حتى ولو كانت صغيرة فبمجرد نزول الحيض على البنت فإنها علامة البلوغ وإذا بلغت الفتاة وجب عليها أن تحتجب وجب عليها أن تحتجب قضية التأخير هذا قد يعني يقودها إلى أشياء أخرى بارك الله فيك ولذلك أنصحك يعني إذا كان عندك بنت أن لا تؤخر هذا الشيء لأن هذا أمر الله وأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن تحبب لها الحجاب وأن تبين لها بأن هذا ما طلبه الله من المرأة المسلمة وهذا ما طلبه النبي عليه الصلاة والسلام من المرأة المسلمة و أنت ما دام أنك بلغت تستجبين لله و لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبو شيماء من هولندا يقول ذهبت أنا وزوجتي للعمرة أربع مرات ولكن ما طهر قلبها من الحقد على أهلي من دون أسباب فقط حقد ويعني حتى ما زمزم كما يقول لم يطهر قلبها وغير ذلك يريد نصيحة يا أبا شيماء بارك الله فيك ورضي الله عنك أولا بالنسبة لموضوع العمرة لا شك بأن الذهاب إلى الحج والذهاب إلى العمرة هذا من العبادات والطاعات والحج يجب في العمر مرة واحدة والعمرة تجب في العمر مرة واحدة وما زاد فهو سنة أنت اللهم بارك اعتبرت أربع مرات أنت تقول يعني نذهب ونعود بالنسبة لزوجتك الحال هي الحال رافضة أنها يعني تسامح أهلك رافضة أنها تنظف قلبها تجاه أهلك هذا شأنها هذا شأنها ولذلك سيحاسبها الله عز وجل إذا كانت هي قد ظلمت مثلا من قبل أهلك اعتدوا عليها مثلا أساءوا إليها أين الإحسان أين العفو أين الصفح المسلم قلبه يحمل سلام الله عز وجل والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين المحسن ولله الحمد يصفح قال تعالى فاصفح الصفحة الجميل قال تعالى فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم نبي عليه الصلاة والسلام يقول ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه المقصود أخي الفاضل بارك الله فيك إذا كانت زوجتك تتابعني وتراني الآن أذكرها بالله يعني من الله عز وجل عليها بأربع مرات تعتمر من هولندا تأتي للعمرة هذه نعمة من نعم الله وذهبت لطلب مغفرة الله وليطلب التكفير عن سيئاتها فالله عز وجل غفار للذنوب طيب لماذا هي لا تغفر ذنوب الآخرين لماذا هي لا تسامح الآخرين هذا إذا افترضنا أنهم اعتدوا عليها هذا إذا افترضنا أنهم أخطأوا في حقها اعتدوا عليها أما إذا كان من دون سبب هذه مصيبة أخرى من دون سبب مصيبة أخرى فأنا أفترض يا أخت الفاضلة أفترض بأنوا اعتدوا عليك ظلموكي سامحي الآن تذهبين إلى مكة وتعودين ما الفائدة لا بد من العفو لا بد من الصفح لا بد الإنسان يلقى الله عز وجل وقد عفى عن الناس سامح الناس هذا أفضل عند الله عز وجل من أن يلقاه العبد وهو يحمل مثل هذه القضايا معه فلذلك أخت الفاضلة واضح بأن زوجك متأثر ومتألم ذهب بك أربع مرات وكان يرجو بأنك فعلا تغلقين هذه الصفحة من تاريخ حياتك مع أهل زوجك تغلقين هذا الملف تنسين هذا الماضي لكن استدعاءه دائما و الكلام فيه و عدم الصفح و عدم العفو هذا يحتاج أنك تراجعين نفسك يحتاج أنك تراجعين نفسك المؤمن هيّن ليّن المؤمن سهل المؤمن رقيق المؤمن دائما يحمل سلام مثل ما ذكرت في صدره للناس المؤمن دائما يريد عفو الله عز وجل شوفي أنت الآن ذهبتي وتقول الله مغفر لي خطأ خطائك سواء كان بترك واجب أو بفعل يعني ما نهى الله عنه طيب أنت الآن تعاملي مع الناس بمثل هذه الطريقة سامحي و أعفي و ترفعي يعني أنك تبقين في مثل هذه الدركة من الحقد و الكراهية و عدم المسامحة و أرجع و أكد هذا إذا أخطأ في حقك هذا إذا أخطأ في حقك سامحي كيف إذا كانوا براء مثلا ما أدري زوجك ما ذكر لكن كيف لو كانوا يعني مع تدوى لكن هكذا مجرد حسد و حقد و كراهية فاطمة من سلطنة عمان بارك الله فيها تسأل تقول هل يحق لي أن أطلب من زوجي بيت لأني لا أشعر بالخصوصية في بيت العائلة أختي فاطمة من سلطنة عمان الجواب نعم إذا كان الزوج عنده قدرة مالية على فتح بيت و أنت لا تشعرين بالخصوصية لوجود إخوان الزوج في البيت و لا تستطيعين أن تأخذ راحتك مثلا بالتزيّل للزوج اللبس للزوج الخروج مثلا بثياب البيت العادية هذا حق مشروع لك هذا حق مشروع لك يعني من الواجبات التي على الزوج تجاه زوجته أن يوفر لها المسكن أن يوفر لها المسكن أما إذا كان زوجك لا فقير ما عنده قدرة و لو ذهب ليفتح بيت لو ذهب ليفتح بيت مثلا سيقترض مثلا لا اصبري على زوجك و إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة لينفق ذو سعة من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه فلذلك تنتبهين أخت الفاضلة و أقول لك من حيث الأصل نعم حق مشروع لك إذا كنت لا تشعرين بالخصوصية حق مشروع لك أنك يعني يخصص لك زوجك بيت مستقل تقولين والله الزوج مرهق و متعب و ما عنده قدرة أصلا تصبرين عليه حتى يأتي الفرج من الله حاتم يوسف من سلطنة عمان أيضا يقول لدينا جار عندك كلاب مفترسة يدخلون في بيوت الناس و يفترسنا الأغنام مثلا افترسوا الأغنام في بيتي و الطيور يقول يعني ما الحكم في مثل هذا و ما هي النصيحة يقول أكل الدجاج و أكلنا أكل الدجاج الكلاب أكلت الدجاج و الأغنام الأخ حاتم يوسف من سلطنة عمان بارك الله فيك أولا يجب على الجار أن يرفع أذيته عن الجار و لذلك لا يجوز لمسلم أن يؤذي جاره بأي نوع من أنواع الإذاء و من جملة ذلك أن يقتني كلاب مفترسة تهجم على بيوت الجيران و تأكل أغنامهم و دجاجهم و قد تؤذي أطفالهم و لذلك هذا أمر محرم فعلى كل جار يقتني كلاب بمثل هذه الصورة التي ذكرها الأخ السائل أن يتق الله و أن يخاف الله و أن يعلم بأن واقع في محرم النبي عليه الصلاة و السلام نفى الإيمان عن جار لا يأمن جاره بوائقة يعني أذيته و غدراته و شره هذا كله و العادة بالله مما بيّن النبي عليه الصلاة و السلام أنه لا يؤمن لا يؤمن أحدكم لا يؤمن جار لا يأمن جاره بوائقة فعل ذلك هذا الجار واقع في إثم عظيم و في ذنب خطير علي أن يتوب إلى الله و أن يستغفر الله و أن يبعد هذه الكلاب عن البيت و أخي الفاضل إذا كان هذا الرجل أصر على إبقاء الكلاب في البيت و هي تهجم على البيت و على بيتكم و على أموالكم مثل الأغنام و الدجاج لكم الحق الكامل في رفع شكوى إلى الدولة ترفعون شكوى إلى الدولة حتى يحسموا هذا الشر الموجود عند الجار فالخطوة الأولى ناصحوه قلوا لاتق الله نحن الآن متأذين من هذه الكلاب فإذا استجاب الحمد لله ما استجاب قلوا له سامحنا نحن نرفع شكوى إلى الحكومة إلى المخفر اجتمع أنت و جيرانك و ارفعوا دعوة و هذا كفلته الشريعة لكم و لله الحمد و ليس فيه ذنب كونه جاركم الذنب عليه هو الذنب عليه هو النبي عليه الصلاة و السلام جاءه رجل يشتكي جاره قال يا رسول الله جاري و أذيني فقال اصبر اذهب و اصبر فجاءه في الثانية فقال يا رسول الله يؤذيني جاري قال اصبر فجاءه في الثالثة فقال له النبي عليه الصلاة و السلام يعني الجار هذا ما استفاد فسر يظهر و الله أعلم فسر صبر الجار ضعف ضعف أو عدم اهتمام أو عدم اكتراث فقال له النبي عليه الصلاة و السلام أخرج متاعك في الشارع فأخرج متاعه يعني عفش البيت أخرج عفش البيت في الشارع فكلما مر شخص سلمات يعني يسألون لماذا أنت في الشارع قال جاري أذيني قالوا لعنه الله مر الثاني قالوا فعل الله به فعل الله به حتى إن الناس أخذوا يدعون على هذا الجار بلغه فقال لجاره أدخل بيتك لا أذيك أبدا هذه عقوبة تعزيرية ولذلك من يؤذي الجار عليه لعنة الله والملائكة والناس ولذلك هذا الأمر الذي ذكره الأخ السائل أمر فضيع أمر فضيع النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له امرأة ذكر للنبي امرأة تصوم النهار وتقوم الليل وعندها أعمال يعني تقرأ القرآن وتذكر الله عز وجل لكن ما تحفظ رسانها عن جاراتها قال هي في النار هي في النار كيف من يأتي بكلب يؤذي الناس يؤذي الجيران إذا كانت أذية الجيران بالكلام موجبة للنار كيف بمن يأتي بكلب كلاب مفترسة تؤذي خلق الله عز وجل فعلى هذا الجار أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله وأن يبعد هذه الكلاب عن البيت ومثل ما ذكرت لك الناس ما تتحمل مثل هذا الأمر هذا صعب يعني هذه الأمر مما لا يتحمل في أشياء أذية يتحملها الجار والله جار يقف بسيارته أمام جدار جارة مثلا أو باب جارة مثلا هذا مما يتحمل الجار يضع شيء على جدار جارة هذا مما أذن فيه النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا أشجار البيت أغصان الشجر قد يأتي إلى بيت الجارة ممكن يتحمل الناس لكن كلاب تكون في البيت بمثل هذه الصورة لا تفترس أيضا الأغنام والدجاج الذي في بيت الجار هذه قد تعتدي على الأطفال وممكن يعني تتسبب في قتل طفل فلذلك لكم الحق الكامل في استدعاء الشرطة إلى هذا الجار حتى يحسم شره ويوقف عند حده بسبب هذه الأذية أم مريم من الإمارات تقول أنا متزوجة عندي أبناء وبنات ساكنة في بلدة ما زوجي مغترب في بلد أخرى أو في بلد آخر خمس سنوات ما زارنا بعذر يقول مشاكل تجديد الإقامة مقصر في حقوقي مقصر في المصاريف تمر الأشهر ثلاثة إلى خمسة ما يرسل لنا شيء بيتنا شبخ خرابة وضعنا صعب غير مهتم لا فيني ولا في عيالي متزوج من امرأة ثانية في البلد اللي هو جالس فيها عنده أبناء منها يعني تقول بأنه يدخن يعني ذكرت أشياء نعوذ بالله تقول يعني هل ما الحكم فيما لو إذا هجرته في المكالمات وما الحكم أيضا إذا رحت بيت أهلي وتركت الأبناء مع أخيهم الأكبر الكبير مثلا حتى ينفذ بعض الشروط أنا كزوجة مظلومة وأم متحملة تربية الأولاد من عشرين سنة تقريبا أختي الفاضلة أم مريم بارك الله فيك ورضي الله عنك لا شك بأن ما ذكرته مؤلم هذا التفريط من الزوج وتضيع الحقوق هذا موجب لسخط الله ولعقوبة الله العاجلة وأنت ذكرت بأن الأموال التي يحصل عليه يصرفها في محرمات يعني هذا زيادة على تضيع حقوق الزوجة تضيع حقوق الأولاد يذهب ماله في المحرمات ولذلك تلفاضلة أنت لك الحق الكامل في الشكوى عليه أيضا يعني ليست القضية فقط هجر ممكن ترفعين دعوة للمحكمة ما وضعت إلا لإنصاف الناس إلا لأخذ الحق للمظلوم من الظالم أنت متضررة وهذا الرجل مرتكب للحرام مرتكب للأشياء التي تسخط الله سبحانه وتعالى لك الحق الكامل أخت الفاضلة أنك تقاطعين في المكالمات لك الحق الكامل ترفعين دعوة عليه ترفعين دعوة عليه وممكن تحصلين كل ما فاتك بأثر رجعي إذا حكم القاضي ودرس القضية فأخت الفاضلة لو هجرتيه لك الحق لو مثلا لكن أنا أخالفك في قضية ترك الأولاد الصغار مع أخيهم الكبير الأولاد يضيعون بمثل هذه الطريقة ما ذمها أولاء الأولاد يعاقبون يعني بمثل هذه الصورة أنت تحملتي وصبرتي كملي هذا المشوار لكن هو نبهيه قوليني اتق الله فينا وأرسل المصروف ويجب عليك أن تأتي ولا يجوز لك أن تهملنا بمثل هذه الطريقة بدعوة الإقامة وعدم الإقامة أو يذهب بك إلى نفس البلد الذي هو الآن ساكن هو زوجته الثانية تقول تسافر بنا هناك ويؤد الحقوق والواجبات هذا الذي يجب عليه ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال وصى بالنساء قال اتقوا الله أوصيكم من نساء فإنكم أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وذكر الحقوق عليه الصلاة والسلام كيف الآن مثل هذا الزوج كيف يلقى الله عز وجل يلقاه ظالم كفى بالمرء إثما أن يضيع من من يعول من يقوت كفى بالمرء إثما أن يضيع أولاده يضيع زوجته اللي أوجب الله عز وجل عليه أن يقوم عليه فأسأل الله تعالى أن يهديه وأن يشرح صدره وأن يتوب عليه من صرف هذه الأموال في المحرمات وأنا أوصيك بالصبر أختي الفاضل أعطيه فرصة ذكري يقولي أعطيك فرصة شهر شهرين ثلاثة على أن تعتدل وعلى أن تؤدي الحقوق التي أوجبها الله عز وجل عليك تجاه زوجته وتجاه أولادك وقضية أنه والله هذا العذر في حل ما في شيء ما لحل ما في شيء إلا ولا حل أبدا قولي له ما تستطيع تأتي بنجيك نحن تشوفين الآن الجد وتشوفين يعود من جديد قولي له نحن الآن سنأتي إليك نحن الذين سنسكن معك هناك في البلد الذي أنت عايش فيه هنا تظهر حقيقة فإذا أبى وأصر لك الحق من ترفعي شكوى وممكن يستدعى حتى لو في بلد آخر بارك الله فيك أم أحمد من ليبيا تقول هل هناك صلاة قبل العصر أربع ركعات أختي أم أحمد من ليبيا بارك الله فيك ورد في السنن ورد في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا هذا الحديث حسنه جمع من أهل العلم ولذلك هذه من السنن المستحبة وليست من السنن المؤكدة ولذلك إذا حب المسلم أن يصلي قبل صلاة العصر أربع ركعات يعني ركعتين ركعتين طيب هذا لكن بعد الأذان وليس قبل الأذان لا بعد الأذان فهذا طيب رحم الله اللهم رأى أن صلى قبل العصر أربعا أم عمر من العراق تقول عندي ولد يبلغ من العمر ثلاثة وعشرين سنة منذ وفاة زوجي بدأ يتعاطى الكحول بحجة أنه حزين على وفاة أبيه وأن الخمر ليس حرام وحاول أن أنصح وأمنع لكن يرفض ذلك ما هي النصيحة أختي أم عمر بارك الله فيك وهدى الله ابنك وصلى الله تعالى أن يمنع عليه بالهداية وأن يترك هذا المنكر وأن يترك ما هو أعظم من هذا المنكر تدري ما هو أنه قال الخمر غير محرم هذا والعياذ بالله يعني أخطر من شرب الخمر لما يقول الخمر ليست محرمة هذا أخطر من شرب الخمر كون يشرب الخمر ويقول أسأل الله يتوب علي ويعتقد بأن هذا معصية هذا أهوى عند الله عز وجل من أن يقول لا الخمر مو محرمة طيب ما يقرأ القرآن هو ما يقرأ القرآن ما يقرأ سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما يشوف الآن الأحكام الشرعية الموجودة فعليه أن يتق الله و لا يجر الشيطان إلى يعني إلى طرق خطيرة جدا قد يخرج فيها من الإسلام و العياذ بالله بسبب اعتراضه على أحكام الله عز وجل و بسبب رده لأحكام الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر و الميسر و الأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون فاجتنبوه هذه من أقوى ألفاظ التحريم و أن تكون في جنب و هو في جنب أن يكون المنكر في جهة و أن تبعيد عنه في جهة أخرى نبي عليه الصلاة والسلام قال كل مسكر خمر و كل خمر حرام الإجماع منعقد على حرمة الخمر الإجماع منعقد على حرمة الخمر و لذلك عليه أن يتوب إلى الله توبتين التوبة الأولى من هذا القول أنه و الله الخمر مو محرم التوبة الثانية من شرب الخمر و أما قضية و الله حزين على أبيه أنا أول مرة أشوف واحد يقول و الله أنا حزين على أبي يروح يرتكب المحرم سبحان الله العظيم هذا يعني واضح أن الشيطان أخذه واضح أن الشيطان أخذه أو هو يريد أن يحتمي بهذه القضية و الله مات أبوي أنا حزين إذن اللي يفرج علي الحزن هو شرب الخمر بالعكس هذا يزيده حزنا كما قيل للنبي عليه الصلاة و السلام يا رسول الله الخمر دواء قال هي داء و ليست بدواء الخمر مرض و ليست بدواء فابنك هذا يريد أي حجة أي عذر حتى يشرب الخمر علي أن يتق الله و أن يخاف الله و أن يعلم بأن شرب الخمر من المحرمات و من الكبائر و شرب الخمر شارب الخمر متوعد و العياذ بالله بالعقوبة في الدنيا و في القبر و يوم القيامة قد نصت على هذا أحاديث النبي صلى الله عليه و آله و سلم الذي يعرفه أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة فقد حبيب أن يقول إنا لله و إنا إليه راجعون الذي أعرفه أن الشخص الذي أصيب بفقد حبيب أن يعود إلى الله عز و جل و أن يستغفر الله سبحانه و تعالى الذي يعرفه أن الشخص إذا أصيب بفقد حبيب أن يعلم بأن الدور جاي عليه اللي أخذ والده سيأخذه في يوم من الأيام لأن ما في أحد يخلد في هذه الدنيا و لذلك الإنسان يعتبر بالموت قوافل الموت هذه اللي يوميا نشوفها ترحل إلى الآخرة ترى ملك الموت مر على ابنك مر عليه و أخذ واحد آخر و سيمر عليه و يأخذه و كل إنسان في صالة انتظار في هذه الدنيا ما يدري متى يموت قال الله جل وعلا و ما تدري نفس ماذا تكسب غدا و ما تدري نفس بأي أرض تموت قال تعالى لكل أجل كتاب ابنك هذا يعتقد بأنه والله هو مستثنى من بقية البشر ما يموت أو مستثنى من بقية البشر بيعيش ألف سنة مثلا ما يدري شاهدون أنتم الآن شباب في عمر الزهور أطفال صغار كبار بعضهم ما في أي مرض ينام على فراش ما يقوم بعضهم حادث سيارة لذلك ابنك عليه نتق الله و أن يخاف الله و أن لا يجر الشيطان إلى طرق أخرى أخطر من شرب الخمر و يتوب إلى الله و يستغفر الله و يسير من أهل أهل الصلاة و أهل التردد على المساجد و أهل القرآن و أهل ذكر الله هذا اللي تنشرح به الصدور ما يقول و الله أنا حزين على أبوي روح أشرب خمر و إلا و العياذ بإلا أكل مخدرات هذا من أعجب العجب ما عرفت هذا أبدا إلا لشخص لا يؤمن بالله و لا باليوم الآخر أما أهل الإسلام و الإيمان يلتجؤون إلى الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أهل الإيمان يدعون الله سبحانه و تعالى أهل الإيمان يعتبرون و يتعظون من مثل هذه الرسائل التي تمر عليهم في حياتهم أم هديل من اليمن بارك الله فيها تقول يعني ورث من أموال أبي أراضي و أول ما استلمت التركة كان زوجي يعني عنده مشاكل و قبل ثمان سنوات نويت في قلبي بأن الورثة التركة تنقسم لإخواني و قسمنا الورثة و زوجي تقول مديونه عليه خسائر مالية كثيرة و رجعت الأراضي لأبي أو لموضوع الورث بالنسبة لنصيبي سويت بيت لأولادي و لزوجي أيضا زوجي ما عاد يقدر يعني أسس لنا بيت كما ذكرت و أخواتي أيضا هم محتاجين إلى هذه التركة أختي أم هديل طبعا سؤالك للأسف شوي حاولت أني أفهم الموضوع لأن الكتابة رديئة جدا و غير جيدة لكن فهمت بأن والدك توفي و ترك لكم أراضي و تقاسمتم التركة أنت و إخوانك و أخواتك زوجك محتاج يمر بظروف حبيت أنك تسوي بيت لأولادك و زوجك ما زال محتاج و قلت في نيتك بأنك ستعطين زوجك اللي في النية ما يلزم المضي فيه يعني تقولي والله أنا نويت أني أعطي زوجي من التركة و بعدين تراجعتي ما عليك شيء هذا ليس بواجب و أنت ما يعني نذرتيه ولا شرطتيه مثلا ولا وعدتي مثلا حتى على الوعد جمهور العلماء يقولون لا يلزم عموة بنخت الفاضلة ما عليك شيء تجاه زوجك لكن مساعدة الزوج طيب أنك تساعدينه تحاولين قدر المستطاع أنك تنهين الديون اللي عليه تبنين بيت مثلا للأسرة إذا كان المبلغ يعني ممكن أن يبنى فيه بيت طيب هذا طيب لكن يجب عليك تساعدين زوجك الجواب لا لكن من الأدب من المعروف أنك تقفين مع زوجك في محنته و تساعدينه ما دام أن الله عز وجل عليك بهذه الترك معاد من أسباني يقول أنا طالب علم أحفظ القرآن عند إمامنا إمام المسجد وصلت في الحفظ إلى الحزب الرابع و الثلاثين أحفظ أحاديث الأربعين النووية أتابع البرامج الطيبة مثل برنامج فتاوى أكتب النقاط المهمة أيضا أكتب الأدعية الجميلة أحفظها وأستمع للعلماء هل هذا المسلك صحيح؟ معاد من أسباني بارك الله فيك و رضي الله عنك و زادك الله توفيقا و تقبل الله منك نعم نعم بارك الله فيك هذا هو المنهج الصحيح أنك ترتبط بالعلماء تقرأ على إمام المسجد القرآن و تحفظ القرآن تقرأ في الأحاديث يعني ما ذكرت الأربعين التي صنفها محي الدين النووي رحمه الله تعالى و غفر له هذا مما اعتمده العلماء و جعلوه من المتونة التي يبتدأ فيها طالب العلم استغلال الوقت في متابعة البرامج الطيبة تسجيل الفوائد هذه نعمة من نعم الله يقول النبي عليه الصلاة و السلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة و الفراغ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة و الفراغ فالفراغ هذه نعمة من نعم الله استثمارك لوقتك في الجلوس عند إمام المسجد و الحفظ جلوسك عند طالب علم وتقرأ عليه هذه نعمة من نعمه لكن أهم شيء أوصيك به الإخلاص أن يكون عملك خالصا لله لا تطلب شيء من الدنيا الأمر الثاني التدرج بطلب العلم تبدأ تحاول أنك تنهي حفظ القرآن ثم بعد ذلك تسلك يعني ما خطه ورسمه العلماء في قضية المتون هذه تحفظ في العقيدة تحفظ في الحديث في مقدمة التفسير في أصول الفقه في القواعد الفقهية في السيرة النبوية هذه أصول هذه يسمونها علوم الآلة تؤسس لك وتوصلك إلى علوم الغاية علوم المقاصد يعني علم المقصود الغاية اللي هو العقيدة السليمة عندك الحديث الفقه التفسير هذا كله مهم جدا وأنت يعني خطواتك اللي شرحتها لي سليمة بحول الله وأسأل الله تعالى أن يتقبل منك وأن يزيدك من الهدى والتوفيق وأن يكثر من أمثالك من الشباب الذين يعني ندعو الله تعالى لهم بالثبات والهداية وبالحفظ وأن يسلكوا مثل ما يسلك معاذ حفظه الله أميرة من الكويت بارك الله فيها يعني زه الله خير قدمت مقدمة بخصوص البرنامج عموما تقول هل يجوز أن أعطي الخادمة من زكاة مالي وتقول هي أحيانا تسبب لي أو تسوي لي عفوا تدليك لرجولي ممكن أعطي أهلها طيب إذا كانوا غير مسلمين مثلا وشيء من هذا القبيل أختي أميرة من الكويت بارك الله فيك بالنسبة لي الخدم على قسمين أو يعني الفئات المساعدة أو الفئات العاملة على قسمين قسم يستحق بالزكاة وقسم لا يستحق بالزكاة يمكن تتعجبين من هذا نعم في قسم من العاملات في البيوت لا يستحق من الزكاة عندهم خير في بلادهم عندهم خير في بلادهم ولذلك تسألينها وتجتهدين تحاولين أنك تستفسرين هل عندهم شيء لأن الزكاة غير الصدقة الزكاة الأصناف اللي يستحقون الزكاة حصرهم الله في ثمانية إنما أداة حصر إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل وابن السبيل فريضة من الله فقد تكون بعض العاملات أو هذه الفئة المساعدة هؤلاء ما يستحقون الزكاة بسبب أن عندهم خير في المقابل في فئة تستحق الزكاة فقراء ومساكين أو غارمين عليهم ديون في بلادهم فتعطينهم من الزكاة بشرط لا تعطينها علشان أنها أدل لك رجولك انتبهي يعني والله إذا ما أدل لك ترجولك تقول ما أعطيك من الزكاة هذا يكون جريت نفع لنفسك من خلال الزكاة تغيرت النية فسد العمل تنتبهين يعني لو قلت لها يا أختي أميرة قلت لها دلك رجولي قالت لا وقررت بأنك ما تعطينها من الزكاة مشكلة هذه أو قلت لها بدل دلك رجولي ودلكت قلتها بعطيها هذه مشكلة فحاول أن تفصلي بين الأمرين بارك الله فيك عموما بالنسبة لأهلها إذا كانوا غير مسلمين ما تعطينهم من الزكاة لكن ممكن ترسلين لهم صدقة مثلا ممكن صدق أما الزكاة تنتبهين ما تعطيها إلا للمسلمين وهي أيضا هل هي مسلمة أم لا أعتقد يعني فهمت من سؤالك بأن مسلمة تعطينها بارك الله فيك عبد الله من ليبيا بارك الله فيه يقول عندنا مكان تحت خزان الصرف الصحي أكرمكم الله يقول هل يجوز الصلاة فيه مثلا أو النوم فيه عبد الله من ليبيا بارك الله فيك يعني اللي فهمت من سؤالك فهمت من سؤالك بأن هناك خزان تحته صرف صحي وهذا الخزان مغطى تسأل هل يجوز النوم فوقه الجواب نعم طيب هل يجوز الصلاة فوقه الجواب نعم مدام أنه مغطى ومستور مدام أنه مغطى ومستور لماذا؟ لأن هذه أرض والأرض الأصل يعني جواز الصلاة عليه مدام أن هذه أرض ومغطاة يجوز الصلاة حتى لو كان تحتك صرف صحي أما إذا كان النجاسة تظهر على البقعة وعلى المحل لا ما يجوز أنت ما ذكرت إذن يجوز الصلاة عليه مدام أنها مستورة ومغطاة بارك الله فيك أم عبد الله من المغرب تقول أنا أعيش في بلدي وأريد الزواج من شخص من غير بلدي ونظرا لأنه يعني من غير بلدي يجب أن يكون لديه العديد من المستندات التي يجب أن يوفرها مثلا ذكرت هي من فرنسا وهو سوف يستغرق وقتا طويلا هل يمكننا عمل الزفاف في المنزل مع الولي وشاهدين مثلا أختي أم عبد الله من المغرب بارك الله فيك بالنسبة لمثل هذه المسألة طبعا لو توفر الولي يعني مثلا أركان الزواج الزوجان أو الزوجين الخاليين من الموانع يعني ما بينكم مثلا ما يمنع الزواج كأن تكون رضاعة أو شيء وجود الولي الشهود يعني طبعا بعض العلماء يكون يكفي الشهود في الإشهار يعني مدام شهدنا أو يكون هناك شهد الأهل هذا تم الزواج من الناحية الشرعية لكن من الناحية النظامية قد تحاسبون الدولة تحاسبكم فلذلك إذا تم هذا وأذنت الدولة يعني المحكمة أذنت لكم أنا أقصد المحكمة طبعا ليتمثل الدولة أذنت لكم بهذا العقد حتى يستوفي الأوراق ما في شيء ولله الحمد ممكن تسوون الزواج بمثل هذه الطريقة لكن إذا كان هناك منع أنا ما أنصحك يا أخت الفاضة لماذا أختي عبد الله وجدت حالات مثل حالتك لما دخل الزوج على الزوجة يعني حصل خلاف ما قدر الله أن يستمرون وتورطت الزوجة وذهبت عليها الحقوق وقد يكون هناك حمل وما في مستندات فلذلك الصبر أنا أقول تصبرين حتى يستوفي الأوراق واعتقد بأنك إذا قلت له يعني أنا لن تعقد علي حتى تأتي بالأوراق هو سيستعجل هو الذي سيسعى ويستعجل باستخراج هذه الأوراق وتكونون في حالة سليمة بعيدة عن مثل هذه الأشياء محمد أبو الخير من تركيا يقول هل يكون العقاب من الله على حجم الذنب يعني إذا كان بين الناس مثلا هل يكون على حسب الضرر الذي حصل للآخرين أبو الخير من تركيا بارك الله فيك أولا أخي الفاضل يعني بالنسبة للعقوبات التي تنزل من الله عز وجل إنما هي بسبب ذنوب العباد فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليه ولذلك أحيانا العقوبات تنزل في الدنيا على المذنبين على الظالمين على المنتهكين لحدود الله على المعتدين على خلق الله في الدنيا والعقوبة على قدر الذنب فكلما عظم الذنب عظمت العقوبة ولعذاب الآخرة أشد لعذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا عذاب الدنيا لا يساوي شيء أمام عذاب الآخر لذلك أخي الفاضل الإنسان ينبغي له أن لا يفكر في مثل هذا الأمر يقول والله أنا يعني مثلا أفعل هذا الشيء وتأتيني عقوبة في الدنيا حتى يكفر الله عني غير صحيح الكلام هذا الأصل في المسلم أن يجتنب الذنوب والخطايا والمعاصي يجتنبها بالكلية ولا يفكر فيها مجرد تفكير فضلا عن أن يقدم عليه وإذا وقع في الذنب تاب مباشرة يتوب إلى الله لأن الله غفار للذنوب والله تعالى يمهل ولكنه لا يهمل لا يهمل أما قضية العقوبة على قدر الذنب نعم في بعض الذنوب والعياذ بالله عظيمة فتأتي العقوبة على قدر هذا الذنب لكن الله تعالى عفو سبحانه وتعالى قد يعفو وقد يرفع العقوبة عن العباد سواء بمجموعهم أو بأفرادهم وقد يعاقب بعقوبة هي رسالة رسالة حتى يتنبه هذا الإنسان أو تتنبه هذه الفئة أو هؤلاء الناس يتنبههم فيعودون إلى الله سبحانه وتعالى أم أيمن من بريطانيا تقول ذهبت إلى العمرة قبل شهرين وكانت أول عمرة لي وكنت محرمة في الطريق دخل دورات المياه وبعدما انتهيت غسلت يدي ثم وضعت كريم وأنا ناسي أبو الكريم له رائحة ورجعت وغسلت هذه العمرتي الصحيحة أم أيمن من بريطانيا الجواب نعم عمرتك الصحيحة ولله الحمد والمنة لا تقلقين عمرتك الصحيحة ولله الحمد والمنة الكلام هل يجب عليك كفارة فدية أم لا يجب عليك الجواب أنه لا يجب عليك لا يجب عليك فدية لماذا؟ لأنك ناسية والله تعالى يقول ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا أو أخطأنا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أن الله رفع نومة الخطأ والنسيان الخطأ والنسيان ما عليك شيء يا أختي الفاضل وخاصة أنك لما تذكرت أزلت الكريم المشتمن على الرائحة ما عليك شيء ولله الحمد والمنة أم زكريا من هولندا يقول ما حكم ابنتي تريد أن تتزوج شخص من هولندا مسلم ما حكم ذلك أختي أم زكريا من هولندا الجواب يجوز للمسلمة أن تقترن بمسلم من أي لغة كان ومن أي جنس كان مدام أنه مسلم ولذلك الله جل وعلا قال وَلَعَبْدُ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوَعْجَبَكُمْ فلذلك يجوز من حيث الأصل لكن هذا راجع أيضا إلى ما يتعلق برضاء الوالدين بقناعة الوالدين وأنه يكون كفء لابنتكم صحيح وكافأها في الدين لكن هناك اعتبارات معينة قد تكون عندكم فتنظرون إليه وإلا الزواج صحيح ولله الحمد والمن عدوية من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول ما حكم من عشم بنت في الزواج وأقام علاقة معها ثم سيبها وأخذ بنت بنتا غيرها ما حكم ذلك عدوية من ليبيا بارك الله فيك ورضي الله عنك أولا بالنسبة لهذا الإنسان وهذا التصرف لا شك بأنه محرم ولا يجوز من حيث أولا إقامة العلاقة مع امرأة أجنبية وعدها بالزواج ثم سيبها بمثل هذه الطريقة فهو واقع فيه أكثر من ذنب منها إقامة علاقة الخلوة بهذه المرأة التعامل معها كما يتعامل الرجل مع زوجته أيضا كسر خاطر هذه المرأة بعد ذلك بتركها بمثل هذه الصورة فهذا والعياذ بالله واقع في ذنب عظيم وهذا معرض نفسه لسخط الله و لعقوبة الله سبحانه وتعالى في الدنيا قبل يوم القيامة لأنه حصر منه بغي و ظلم النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من ذنب أجذر أن يعجر الله في العقوبة في الدنيا مع ما يدخل له في الآخرة يعني من العذاب الأمر الثاني بالنسبة لهذه البنت التي سمحت لنفسها أن تتواصل مع هذا الشاب و أن تقيم علاقة معه بمثل هذه الصورة المحرمة أيضا عليها الإثم و عليها ذنب عظيم و قد يكون هذا عقوبة لها أيضا حيث أن الله تعالى فرق بينهما عقوبة لها لأن ما أتت البيوت من أبوابها و ما يعني فعلت ما تفعله البنات الطيبات من ترك الأمر للوالدين و لا تسمح لمثل هؤلاء الشباب فعلا أن يمارسوا هذا الشيء من التعامل قد يكون هذا الشاب أخت الفاضلة فكر و قال هذه البنت اللي سمحت لنفسها أن تخرج معي و أن تقيم علاقة معي و أن تخلو بي و أن أخلو بها هذه لا تصلح أملي أولادي ما فكرت في هذا يقول لا تصلح أملي أولادي كيف الآن سمحت لنفسها و رضيت بأن أقيم علاقة معها طبيعي و لذلك أنت توبي إلى الله و اتركي هذا الأمر و لعل هذا الأمر خير لك أن تنتبه و أن تستيقظ من هذا السبات و أن تحسن علاقتك بربك و أن أي شاب يريد أن يتقدم لك يأتي البيوت من أبوابه و لا تسمحين له أن يخلو بك أو أن ينفرد بك أو أن يقيم علاقة معك أسأل الله تعالى أن يتوب على الجميع عموما إخواني و أخواتي انتهى وقت البرنامج لكن الأسئلة كثيرة منتهت إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة إلى ذلك الحين استودعكم الله السلام عليكم و رحمة الله و بركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون